يجي رجانة دايماً يقولك دي عدة الكبير كله يعني دي عدة مشاكل كبيرة كوارث وما اتكلمتش وجات بقى لما أنا قلت لها ما عرفش آه لأنها شايلة أنا بسميها الغلطة مية واحد الغلطة مية واحد آه العملية مية واحد يجي شخص يحكي لي حدوتة تافه جداً يقول لي يرضيك يا دكتور تنهي علاقتنا أيوة عشان الموقف التافه ده طب أحكي لك الموقف ويقوم داخل بيا غطس في قلب تفاصيل الموقف هو فعلاً تافه أرد وأقول له أوكي غالباً دي الغلطة مية واحد أو الوعد مية واحد اللي ما تنفسش أو التلاعب رقمية واحد بعد ما فوتت المية اللي فاته بمزاجها دايماً بقول للناس لما رصيدك يخلص ما تتخنقش مع اللي كنت بتكلمه آخر 30 ثانية روح تخنق مع كل اللي انت كلمتهم وخلصت رصيدك عندهم هي لحظة نفاذ الرصيد القشة التي قسمت ظهر البقير يعني اللي بتشتكي دي وبتقولي انه عملي غسيل مخ هي اللي سمحال ويعمل لها غسيل مخ طبعاً يعني انت اللي سمحة بغسيل المخ طبعاً ما قدرش كل واحدة على حسب قدراتها أنا هيحفظ لك على بيتك على طول الخط بالعكس ده في لحظة هتلاقيه هو اللي مشي لانه الشخص كل ما بيدخل مرحلة جديدة بيبدأ يعتدها وياخدها for granted فالمرة في التانية في التالتة في الرابعة هتلاقيه أصلاً ما بقاش عنده وقت ليكي وهتلاقيه بيكلم اللي بيكلمهم وبيقولك وطي صوتك هو بيخبيك انتي بش بيخبيهم هو فهذه ليست دعوة للتمرد ولا الخراب البيوت بالعكس يمكن أنا أكتر حد بيكلم عن قد إيه الطلاق تجربة مؤلمة وصعبة وإزاي نحاول نتجنبها ولكنها دعوة لعدم الخنوع حافظ على حقوقك حافظ على نفسك ده اللي هيحافظ على بيتك أو على بيتك على المدى البعيد